لا يزال مصير المواطن عامر بوشهين ضبابيا بعد ثلاثة ايام على اختطافه على يد جهة مجهولة في منطقة البقاع الشمالي الفدية التي طلبها الخاطفون والتي قاربت المليون دولار تقلصت الى خمسين الف دولار بحسب ما ابلغتنا عائلته الخاطفون الذين اتصلوا بالعائلة ذهبوا الى حد دعوتها الى تقديم مجموعة من المجوهرات كشارت للافراج عن عامر قائلين ان حالته الصحية متضهورة وانه بحاجة الى عناية مصادر امنية رجحت ان يكون ابو شهين متواجدا في منطقة بريتال بحسب نظام جي بي اس لتحديد الامكنة ويقوم الخاطفون بنقله من مكان الى اخر منذ يوم امس وعلى اثر ذلك تقوم الاجهزة المختصة بمجموعة من المدهمات في المنطقة لالقاء القبض على المرتكبين اما اهالي بلدة بمريم في المتن الاعلى فاستنكروا في بيان عمليات الخطف وطلبوا الدولة بالقيام بواجباتها لوضع حد لمسلسل الخطف المستمر وفي هذا السياق علم ان رئيس جبهة النضال الوطني ان ابواليد جملاط تواصل مع الرئيس نبيه بري واتفقا على متبعة القضية بغية اعادة المختوف ومعقبة الخاطفين